يلا يحيا مفيش وقت قول كلمة السر ثوانيا بابا كده الجدار ده على اليمين من المدخل اللي احنا دخلنا منه صح؟ ايوة طبعا يا يحيا هو ده الجدار اللي انت تقصده يا كنوز احنا لسه كنا بنقول ان شكل الهرم كله تغير اش معنى المدخل هو اللي يفضل زي ما هو انت تقصد ان المدخل كمان يتغير فكروا معايا كده دي غرفة دفن الملك يعني ممكن يكون فيه اكتر من مدخل لخدعة لصوص القصار او مثلا الرمل غطت على المدخل الاساسي وبعدها حفروا واحد غيره يبقى كده لازم ندور عند كل سورة موجودة هنا لحد ما نوصل للبردية كل واحد يدور في مكان مختلف بسرعة طب ممكن هنا بابا بابا يحيا الحجر دا بيتحرك هيه هيه اما انكتشفت الحجر هيه هيه لقيتها لقيتها يلا بسرعة يا يحيا قول كلمة السر عشان توصلك للأستاذ عصر ها 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 هاuc دكتور هجيب؟ لو قلت كلمة السر يا يحيا هقول التعويزة وحتلاقيني وراك وأنا متأكد إنك نسيت التمثال أربطوهم بسرعة حزبوا يا أولاد امسكوا إيسا سرعة؟ أربط الإيدي في الإيدي أيوة خليهم جنب بعض كده علشان أمل عيني بحلوتهم لازم تسيبني أرجع عشان خاطر أستاذ عصام أسيبك ترجع ده من رابع المستحيلات يا يحيا أنا خلاص ما صدقت إنك وقعت في إيدي الموضوع خطير وفي إنسان مالوش زنب ممكن يختفي للأبد بطلوا كلام كتير بقى وإنت يا يحيا أنا سمعك بتقول لقيتها لقيت إيه يا يحيا؟ مش إحنا أصدقاء ولازم نقول لبعض كل حاجة؟ إحنا عمرنا ما كنا أصدقاء لصوص الأصار دلوقتي أو زمان هدفهم واحد وهو تدمير تاريخنا وإنت واحد منهم وأنا مستحيل أساعدك في اللي إنت عاوزه برافو برافو يا يحيا كان نفس الموضوع ده يتم بالراحة وبهدوء لكن إنت بقى مصمم يا يحيا للأسف فاتشوهم وهتولي كل اللي معاهم وريني اللي معاك اوعى امعد وريني معاك إيه؟ وريني معاك إيه؟ سمحة لقيت دي معايا دكترة آه يبقى هي دي اللي جابتك هنا يا يحيا دي مجرد بردية أنا اللي كتبها يعني ملهاش أي فايدة بالنسبالك ما كنتش حتيجي مخصوص هنا احكيلي بقى الحكاية وأنا أوعدك إن حسيبك تمشي كل الحكاية إننا كنا بنجرب نشيل حاجة في نفس المكان لكن في زمن تاني وندور عليها في المستقبل عشان نعرف هل هي بقت كده تاريخية ولا لا فوكينا بقى أفوكوكم إبوا قابلوني لازم تعرف يا يحيا إنها مفيش حاجة ممكن تمنعني إنها أوصل لللي أنا عايزه أما بقى الأستاذ عصام يريتي يلاقي شغل في الزمن اللي هو فيه أحسن اه يا دكترة ايه ده الشرطة وصلت يا دكتور هنعمل ايه ما نعارف ان هي الشرطة يا عقبية أكيد حد شفنا وإحنا داخلين الهرم وحس بحركة غير عادية لا أنا اللي بلغتهم بكل حركة بنعملها قبل ما نيجي عشان نبقى في حمايتهم يا نهار اسود مستنين ايه يلا بسرعة قبل ما يدخلوا يقبضوا علينا يلا يا عقبية يلا يا سرحان يلا يا ألمان بابا بابا فكينا يا بابا يلا يا كنوز أنا كمان مربوط حفكوكم ازاي استنوا أكيد هم ما هيجوا يفكونا دلوقتي أنا ما قلتش لحد أصلا أنا بس اسمعت الصوت قلت أقول أي حاجة أخوف بيها العصابة